أكد وزير الخارج يسمح شكري اهتمام مصر البالغ بتعظيم استفادة الشركات السنغافورية من الفرصي الاستثمارية في مصر وخاصة المشروعات الكبرى مثل محور تنمية قناة سويس وخلال استقبال شكري نظيره السنغافورية بيبيان بلا كريشنان تطرق الجانبان بشكل مفصل إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الحرب الجارية في قطع غزة وجدد شكري تحذير مصر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع ورفضها القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القصري لسكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية وكذا أي اكتياح لمدينة رفح الفلسطينية